اهلا بكم قال رئيس الحكومة السوداني ان العراق يحتاج الى نوع جديد من الشراكة مع الولايات المتحدة وان البلدين في حاجة دائمة لحماية شراكتهم الاستراتيجية والانتقال بها الى مرحلة جديدة تدعم ما سماه سيارة العراق واستقلاله دون التخلي عن التعاون المثمر بين بغداد وواشنطن وقال السوداني في اثناء لقائه الرئيس الامريكي جوزب بايدن في واشنطن ان حكومته تعمل على الانتقال من العلاقات العسكرية الى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة وان العراق في طور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية كافة بينما يقول المراقبون ان الشراكة الاستراتيجية بين حكومة السوداني وواشنطن هي غطاء سياسي لبقاء قوات الاحتلال الامريكية في العراق وان الشراكة بين العراق وامريكا بعد الاحتلال باتت تفرضها قواعد وضوابط الاحتلال ومتطلبات الفعل امريكي المهيم في العراق والمنطقة مفهوم الشراكة استراتيجية بين امريكا وحكومة الاطار وقدرة حكومة السوداني على تنفيذ بنود هذه الشراكة في ضوء ما تشهده الدولة العراقية من انهيار وتهشم لمؤسساتها هو الذي سنبحثه بحلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما الشكل الجديد من الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية التي يتحدث عنها السوداني وهل العلاقة بين العراق وامريكا بعد الاحتلال تفرضها او محكومة بقواعد الاحتلال ام بضوابط العلاقة المتساوية بين البلدين ثم اليس صحيحا ان الولايات المتحدة دولة العظمى وشريك استراتيجي مهم ومن مصلحة العراق توثيق العلاقة معها كما يقول المسؤولون الحكوميون ولماذا يعتقد او يقول الكثير ان الفهم الامريكي لهذه الشراكة المفترضة هي بالحقيقة تحقيق للمصالح الامريكية فقط حتى لو اضرت بمصالح العراق الحيوية ضيفات طاولة رافع الفلاحي صباح الناصر بعد واحد وعشرين عاما من الاحتلال الامريكي للعراق ووصوله الى مرحلة لا دولة في ظل سيطرة الميليشيات على مفاصل المؤسسات ولسيما السيادية وتحكمها بقرارات حكومية بعد هذا كله يخرج محمد السوداني ليتحدث عن شراكة استراتيجية بين العراق وامريكا بينما لا يستطيع هو نفسه تمرير قرار تعارضه الميليشيات العلاقات الاستراتيجية تبنى بين الدول ذات السيادة وبمبدأ الندية والمصلحة المشتركة ولا تبنى بين حكومات تشكل وتزال بأوامر خارجية كما هو حال الحكومات المتعاقبة في العراق منذ احتلاله وجود القواعد الامريكية في العراق وتصرفها دون حتى مشاورة بغداد في كثير من الاحيان وحده كافيا ليكشف عن مدى عدم واقعية كلام السوداني حينما يتحدث عن شراكة استراتيجية بين واشنطن وبغداد وكذلك تحويل العراق لساحة صراع وتصفية حسابات اقليمية ودولية يؤكد ان حكومة السودان وسابقاتها مجرد معقب معاملات لمصالح الاحتلال ولا ترقى لعقد علاقة استراتيجية مع دولة صغيرة وليس امريكا يقول مراقبون ان العلاقة بين واشنطن وبغداد فيما يخص المشاريع الاقتصادية والصفقات التجارية والاستثمارية تأتي من منطلق السمسرة التي تقوم بها الاحزاب حيث تسهل للدولة الاجنبية المشاريع في العراق مقابل حصولها على مبالغ معينة العلاقة الاستراتيجية التي يتحدث عنها السوداني هي تبرير لبقاء القوات الامريكية في العراق كما يقول مراقبون وذلك بعد ان سببت الضربات الامريكية للميليشيات احراجا للسوداني دفعه للحديث عن ضرورة تعجيل خروج القوات الامريكية من العراق لكن الاحزاب التي تعرف ان بقاءها مرتبط بالدعم الامريكي لها تختلق في كل مرة ذريعة لاستمرار الاحتلال الامريكي مرة باسم المصالح الاستراتيجية ومرة باسم التعاون الاسكري اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار ستبحث هذه الحلقة في مفهوم الشراكة الاستراتيجية التي تتحدث عنها حكومة السوداني مع الولايات المتحدة الامريكية بعد زيارة السوداني الى واشنطن وضيفات طاولة دكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وسيكون معنا من مدينة انطاليا في تركيا استاذ العلوم السياسية في جامعة يورك في كندا الدكتور صباح الناصري اهلا وسهلا بيضيفين الكريمي حياكم الله اعلا حياكم الله اعكا الله صلى الله دكتور حتى ننطلق ونؤصل للموضوع ماذا يعني الشراكة الاستراتيجية مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين دولتين بين البلدان شراكة استراتيجية كالتي يجري الحديث الآن عنها ان هناك شراكة او اسس لشراكة استراتيجية وشكل من الشراكة الاستراتيجية بين حكومة السودان والولايات المتحدة الامريكية بسم الله الرحمن الرحيم وحييك استاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم من دكتور صباح الناصري حقيقة مفهوم الشراكة مفهوم حديث ربما قبل اربع عقود ظهر في الادبيات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية ظهر هذا المفهوم وبدأ تداوله والأمم المتحدة تحدثت عنه ايضا في هذا التاريخ في الاثمانينات يعني قبل اربع عقود ربما تحدثت ايضا عن مفهوم الشراكة وشراكة في مفهومها العام هي بين قطبين او بين طرفين لتنفيذ او لتحقيق هدف معين يقدم كل طرف وطرف مستقيل وقادر وله كينون توث واستقرار الثابت يجب ان يكون الطرف مستقر يقدم شيئا من اجل هدف متفق عليه يعني لا يمكن ان تتحقق الشراكة بين طرف متمكن جدا وطرف خالي من الامكانيات والضعيف يجب ان يكون هناك تكافؤ في قدرة الطرفين وهذا التكافؤ هو الذي يخلق الشراكة لا يمكن لشراكة ان تكون بين طرفين غير متكافعين لا يمكن لطرف ان يقدم الاشياء كلها والطرف الاخر متلقي فقط او يعطي فقط رأس المال او الارض وهذا ما يحصل فلذلك مفهوم الشراكة في القضية بين العراق والولايات المتحدة مفهوم ليس ملتبسة لكن غير حقيقي وغير موجود لا يمكن لشراكة ان تتم بين العراق هذه الدولة المحتلة منذ عام 2003 والتي هي لا دولة اساسا هناك صراعات سياسية واجتماعية ومشاكل كبيرة وصراعات داخل حتى العملية السياسية بين اطراف الحكم حتى بين الاكراد والشيعة وبين الشيعة والسنة وبين كل هذه الاحزاب المكونة لما يسمى بالعملية السياسية صراعات كبيرة وبلد غير مستقر تماما فيه تغول لدول اقليمية داخلة فيه اختراقات كبيرة لا يمكن لي هذا البلد لا يمتد شيئا لا يمكن لي مثل هذا البلد ان يبني علاقة شراكة معه وبضمنها من الدول المخترقة هو الشريك الان الاول في هذه الشراكة الاستراتيجية امريكا من احتلك هو الذي يبني معك شراكة استراتيجية هناك شراكة يعني متوسطة المدى هناك شراكة بعيدة المدى استراتيجية يسمونها هذه لا تتحقق بين دولتين بهذا التوصيف دولة تمتلك كل الامكانيات العسكرية والسياسية والاقتصادية والفنية وكل شيء ودولة لا تملك شيء دولة مستعمرة مستغلة من قبل الاخرين تتحكم بسياستها وفرض ارادتها حتى في ارادتها متحكم بها دول خارجية دولية واقليمية فلا يمكن لشراكة ان تتوم بهذا الشكل يعني لو افترضنا انه هناك هدف معين وتم الاتفاق عليه هو هذا الهدف اللي من اجل تشاركون اذا ما هذا الهدف وافقت عليه العراق وافقت عليه الحكومة حكومة السودان وافقت عليه حكومة بايدن حكومة الادارة الامريكية وجاءت ايران واعترضت على هذا الهدف ولم تقبل به هل ستتم هذه الشراكة هل سيتتم هذا الهدف لن يتم اذا قضية اتحدث عن التحديات اللي تواجههم انا اريد ان اقول انه يجب ان يكون البلد مستقلا كاملا قادر كفوءا له قدرات عالية جدا لكي يتشارك مع الاخرين وهذا مفهوم يعني مثل ما قلت جديد وهو مفهوم بنهوض بالاقتصاد و بنهوض بالاجتماع وبتحقيق لنقاط كثيرة اقتصادية سياسية اجتماعية نعم مساء الخير دكتور صباح مساء نور سيد ماجد تحيطي بالحضر طيق والدكتور رافع الفلاحي السوداني تحدث وهو في زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية قال نحتاج الى نوع او شكل جديد من الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية وعلاقات البلدين تشكل عنصرا اساسيا لاستقرار الشرق الاوسط وازدهار ورفاهية شعوبها هذا الشكل من العلاقة ريد نعرف شنو هذا الشكل وكيف كانت العلاقة من 2003 هل كان بشكل اخر والان ستكون بشكل اخر المضحك المبكي نعم في زيارة السودانية وحديث عن الشراكة باللحظة اللي صواريخ اسرائيل وايران تعبر على العراق من الجانبين المنطقة تغلي والعراق يتفرج يعني شيء حقيقة المضحك انك تتحدث عن شراكة استراتيجية واامن واقتصاد وتنمية وانت ما تمتلك قرار نفسك لان الشراكة استراتيجية تفترض اولا وقبل كل شيء حق الخيار هل يمتلك العراق الخيار؟ الشراكة تعني لما تروح انت الامريكا وتريد تتفاوض ان يكون هناك مفهوم لمصلحة الدولة ما هي مصلحة الدولة العراقية؟ اذا سألت انت هاي الحكومة وكل المنظومة مالتها المنظومة المحاصصة ستجد مفهوم مقتصر على المصالح الخاصة للاعزاب المحاصصة ليس هناك مفهوم لمصلحة الدولة العراقية الشيء الثالث وهذا الوضع الخطر في المنطقة ايضا يوضح الشراكة تعني ان يكون عندك استراتيجية امنية عسكرية وخارجية للدولة العراقية ما هي استراتيجية الامنية العسكرية والمفهوم استراتيجي للسياسة الخارجية العراقية؟ لا يوجد كل ما في الامور هي علاقة الاصطب الصانع من عشرين سنة امريكا احتلت العراق وجابت الاخوان وحطتهم بالكرسي اذا ما تسمى الشراكة هي مجرد عامر ومطيع ما بين امريكا ومجموعة من اللصوف والميليشيات والقتلة اللي نحطه بالحكم وعليهم اشاءوا ام ابلوا ان يقبلوا وينصاعوا الى اوامر امريكا كل هذا الحديد وكل هذا التطبيل فالاعلام الاطاري وتلفزيونه ومعرف ايش هو مجرد للتغطية على هذا الضعف والخذلان والمدلة وعدم امتلاك القرار كل ما بالامر افضل افضل مثال يجسد هذه المدلة وسقوط الدولة العراقية على يتحفن من اللصوص والجهلة هو ما حدث مع السوداني في المجلس الاطلسي عندما اخت هذه السوركوف بهذلة السوداني وبهذلة عباس كاظم الولاي اللي اشتغل في المجلس الاطلسي ما يسمى برنامج العقبيدة وهذا رجل الايران يعني العراق ملف العراق الايراني دكتور خليني انقل لك ما قاله انصار الحكومة وانصار الاطار عن قضية ما سميتها انت بهدلت هذه المرأة للسوداني قالوا ان هذا فيه دليل قاطع وبرهان لا شك فيه على ان السوداني ديمقراطي ويعلي ويحترم الرأي الاخر حتى وان هاجمه ديمقراطي ولم يتعرض لهذه السيدة شوف هذا استاذ ماجز حبيبي احنا يعني بالعراق بشكل عام نقدر نعرى كله زيان خطاب الملالي مع فقر ممكن يبرر كل شيء يبرر الكفر والإلحاد وبرر الإيمان وفضيلة هذه الخيل تتعلموها بالفقر ماكو انك انت بيستطاعتك ان تبرر كل شيء حتى المفضوح منه هذه من 20 سنة العراقيين عرفوكم نسين الحقيقة ان السوداني مو بسط بهدل والمقدم هذا عباس كارو اللي لازم ملأ ببرنامج العراق بالمجلس الأطلسي اللي وتعب عن إيران إنما حتى الإعلام العراقية ما تسمى العراقية وهي مو عراقية قناة العراقية لما البنية سبتها وبادلتها قطعوا الصوت لأن السوداني ما مفتهم شيء ما يعرف مني ليزي يعني مهزلة ومدلة لهذا البلد العظيم ولهذا الشعب العظيم ما صاير بتاريخ العراق يعني حقيقة واحد يخجل أنا صرت أخجل أقول أنا عراقي أقول هندي أقول فاكستاني أقول صومالي لاحظ الصومال قبل فترة عن طريق الاستبتاع حولك الدستور من محاصصة اللي فرضت عليها أمريكا إلى نظام رئاسي الصومال وإحنا بعدنا واضح على كل أشكر لك دكتور دكتور رافع هناك من يقول الحقيقة يعني هذه الزيارة الشراكة الاستراتيجية اللي الآن تقام بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق فعلا ستنقل العراق من حالة أن دولة محتلة أو تابعة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة جديدة من العلاقة هذه ستؤسس إلى مرحلة جديدة ومختلفة عما كانت من 2003 إلى اليوم قائمة على التساوي بين الطرفين صديقين حليفين القضية خرجت من كون التوصيف قوة احتلال لدولة واقعة تحت الاحتلال طبعا صار الحكومة يتحدثون أستاذ ماجد لو نتذكر جميعا يعني منذ أكثر من سنة ونص السوداني من تولى الحكوم نعم تولى رعاستة الوزراء وهو يلح على السفر إلى أمريكا نعم وأمريكا ترفض وأكثر من محاولة جرت والأمريكان يرفضون وكانت هذه الميليشيات قد صرحت في وقت سابق أنه لا يعني لا نريد أن يذهب السوداني ولا احنا دولة مستوى هكذا كانوا يتحدثون وعندما صدرت الموافقة من السيد إلى العبد في المشيء إلى إلى بيته لكي يسمعه كلامه ويشيك عليه مثل ما يقال يعني يدقق ما يفعلونه ويوجه له يعني يقدم له توجيهات ونصائح وتعليمات انقلبت الصورة وصارت أنه العراق ند وأمريكا يعني أمريكا بماذا تحتاج العراق هي لماذا احتلت العراق هي أمريكا هي احتلت العراق حتى تجيب السوداني وسوي حكومة وطنية وحكومة ند وتقف أمام أمريكا والرأس بالرأس ما هذا المنطق يعني ما هذا الوراء هؤلاء هذا مجرد عبد أرسل أرسل عليه السيد لكي يسمعه تعليماته ليس أكثر وكي يدقق ما فعله تعليمات سابقة وصلته عن طريق السفيرة الأمريكية واحد اثنين ثلاثة أربعة سواء بالاقتصاد بالسياسة طبقتها هذه جزء من اللعبة هذه الحكومة وهذا العراق كل بكل هذا كيانة جزء من اللعبة أمريكية إيرانية فيما بينهم هم يتلاعبون بهذه الورقة الكل يستخدمها بالطريقة التي تسمح له بالضغط على الآخر هذه لعبة عبد الأصابع اللي موجودة بين أمريكا وإيران في ملف خاص معين فقط مو بكل الملف لأنهم متشاركين في العراق وأنك تخادم أمريكي أمريكي إيراني في العراق وهذا واضح والأهدف واضحة والأهدف واحدة هي أن العراق يبقى ضعيف فبلد يبقى الهدف الأساسي أن يبقى ضعيفا كيف كيف يمكن لهذا البلد الذي يبقى ضعيفا يراد من عنده مرحلة جديدة المرحلة الجديدة هذه تؤسس إلى تعليمات جديدة كيفية التصرف كيفية المسار ما هو الآفاق الجديدة هو يريد يعني ملحة حكومة السودانية وحكومة الإطار على الذهاب إلى أمريكا لحصول على يعني الضوء الأخضر لبقاء هذه الحكومة أكثر وعدم تعرض الأمريكان لها هذه وتأييدهم لها استمرار تأييدهم لها وهناك رسائل إيرانية وصلها ربما ربما السودانية وغيرها ليس أكثر ليس أكثر من دور ساعي البريد أما كدور معين للعراق ووزن معين هذا غير موجود غير موجود أساسا لأنه لا وزن للعراق بلد ممزق سياسة فوضى اقتصاد فوضى سياسة العامة فوضى المجتمع فوضى أمنيا هو غير منضبط حدوديا غير منضبط إيران متغولة اقتصاديا هو منهار تماما لذلك دكتور أيضا نقول لك أيضا عن أنصار الحكومة والمدافعين عنها يقول العراق بهذه الوضعية من الضعف والهوان والتحطم ويعني الحقيقة انهيار على كل مستويات بحاجة إلى هذا الشريك الستراتيجي المؤثر الدولة العظمى لتساعده على النهوض على من هذا الواقع المريض لكي تنتشيله من هذا الواقع المريض لا غنى عن الصداقة الأمريكية من المصلحة الوطنية العراقية إقامة شراكة ستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن تخطي أو تجاوز هذا الشريك الستراتيجي الشراكة فقط بمفهومها الذي يتحدثون عنه هو استمراضها للمشروع مشروع ضعاف العراق مشروع الاقتلال لأنه يعني هو نرجع مرة أخرى ولماذا احتلت أمريكا العراق لكي نصل إلى مرحلة ونقول لها أنه ما هي دمرت العراق هي وصلت لهذا المستوى وهي خربت العراق غير من فتحت الباب لإيران كي تدخل من الشباك ومن الأرض وما أدروا وين ومن تحت الأرض تدخل على العراق وتأخذ كل شيء فيه هذا واقع الحال فبالتالي هي من تريد هدف أضعاف العراق كيف يمكن لدولة بهذه السياسة بهذا وعبرة الأطلسي بكل جنودها وكل قواتها وصرفة هذه المليارات لكي تعود وتصنع شراكة مع لا دولة لكي تنهض بها من جديد ما هذا الهراء هذا بعد 21 سنة من الفوضى هذه والخراب هذا والفساد والدمار والسرقات والنهب وحكومات تعرف هي فاسدة ومخربة ولا تنتمي للعراق وإرادتها مرهونة للخارج كيف يمكن لأمريكا إلا إذا كانت أمريكا قد فقدت عقلها وبوصلتها وكل توجهات ولم تعد دولة كبرى ولم تعد دولة ذات قيمة ربما ربما بهذا الشكل أما أن تريد تقنعونا هذه الدولة الكبيرة التي احتلت العراق بهذه الطريقة جاءت الآن هذه السفيرة الأمريكية في العراق قالنا رومانسكو تقول أن العراق شريك قوي ومهم للولايات المتحدة الأمريكية بماذا بماذا السفيرة الأمريكية بماذا شريك مهم شريك مهم شريك مهم في استخدامه كورقة الضغط على الدول وابتزاز الدول وميليشيات وقتل وذبح وإيران هذه الشراكة التي يعتبروها ما هو مفهوم الشراكة لدى أمريكا غير مفهوم هذا المنطقي والعقلاني والمفهوم الطبيعي للشراكة الشراكة فيها بناء فيها نهوض فيها إدارة متساوية فيها قدرة على التفكير متساوية فيها إدارة لدفة الهدف المتفق عليه بتساوي وبعقلية واحدة وبقدرة واحدة هذه غير متوفرة يعني هل سوداني الآن يقترح على بايدن في هذا الطريق يجب أن نمضي في هذا الطريق ولا نمضي بذلك الطريق لأن هذا الطريق كذا وكذا وكذا يقف ضد مصالح بلدي كبلد وطني وأنا حكومة وطنية هكذا التفسير هذا ما موجود أساسا لذلك هذه الشراكة مجرد يعني كلمة الشراكة ومفردة الشراكة مجرد لعبة يحاولون يضحكون بها على العقول الخاوية التي تتكلم منها ومنها الميليشيات يتحدثون عن شراكة وعن أحتاج أمريكا بيش تحتاجوها لأمريكا لاحظ الاتفاقيات اللي صارت هذه مذكرات التفاهم مذكرات تفاهم قالوا اتفاقيات كبيرة مذكرات تفاهم مع الشركات يعني أي واحد يزور أي بلد يلتقي بشركات معينة ويسجل إياهم مذكرات تفاهم وأنت من تقرأ عند المذكرات التفاهم هذه تجد نفس الموضوع وقع على مذكرات تفاهم مع خمس ست شركات في نفس الموضوع قضية الغاز قضية حرق الغاز خمس ست شركات قضية ما عرف من الكهرباء وإحنا واحد عشرين سنة كهرباء ما عدنا والغاز يحرق وإيران مصممة على أن تبيعنا الغاز طول هذه الفترة وسنبقى ندفع لها المليارات وأمريكا توافق على إعطاءها مبالغ من العراق تسمح لها بأخذ مبالغ من العراق هذه القضية تشكرك فبالتالي شكل الشراكة هذه كذبة بالإذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من الأفضل تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوارتها بحث الحلقة في مفهوم الشراكة الاستراتيجية التي تتحدث عن حكومة السوداني مع الولايات المتحدة الأمريكية ضيفات طاولة دكتور رافة الفلاح والدكتور صباح الناصري دكتور صباح علاقة أمريكا بكل دول عالم وخلي تحدث عن منطقتنا ليست مع هذه الدول ليست بأفضل أو أرقى من علاقتها مع العراق تعرف الولايات المتحدة الأمريكية في موقع تملي على الآخرين ودول مستقرة وما إلى ذلك وهي كلها لديها شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفخر بهذه العلاقات وتحرص على هذه العلاقة وتتوسل بها لماذا هذا التشكيك بالعلاقة الاستراتيجية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق الحقيقة بحكم دولة محطمة أحوج ما يكون ومستباحة أحوج ما يكون لهذا الشريك الدولي القطب الأوحد نحن لازم نفرق ما بين العراق وما بين هذه الحكومة ومنظومة المحاصصة لما يوجد شراكة مع العراق بالمناسبة هذه أيضا رسالة مبطنة بها تهديد إلى حكومة السودانية ومنظومة المحاصصة بمعنى أن العراق جيوستراتيجيا وجيو سياسيا بالنسبة لأمريكا أهم من أن نضايعها لموتكم يعني إذا ما امتثلتوا إلى أمرنا بإمكاننا إزالتكم كل سهولة لأن العراق أهم من عدكم ومهم جدا بالمنطقة أهم من كل دول منطقة منطقة الخليج العرب لأنه البلد الوحيد اللي بإمكانه يمتلك الإمكانيات الديمغرافية والاقتصادية والعسكرية إلى آخره بإمكانه أن يكون قوة إقليمية شكل نت إلى القوة المنافسة إلى أمريكا ومتحالفة مع الروسي غصي العراق فقط ماكو أي دولة في البطة فبالتالي العراق بالفعل بالنسبة لأمريكا مهم جدا وما تريد الضائع على موت هذولي هاي الرسالة المبطنة بالنسبة لهم فبالتالي علاقة أمريكا في الدول الأخرى بالفعل علاقات شراكة ولكن هذه الدول بالرغم من أهميتها كقواعد عسكرية بالنسبة لأمريكا مو أهمية العراق اللي هو ممتاح استقرار أو عدم استقرار المنطقة هذا الفرق كبير فبالتالي أمريكا تترك إلى دول مثلا صغيرة الضعيفة في المنطقة تترك لها مجال بالتحرك تلعب ديرها مثل ما تريد ولكن بدنا هاي تنصى علاقة أمريكا العلاقة يختلف العلاقة ممكن مستقبلا نتيجة تغييرات الآن قاعدتت بالمنطقة اللي احنا ما نعدي وين رح تؤدي يعني إذا صارت حرب وتوسعت الحرب واتدخلت روسيا إلى جانب إيران وأمريكا إلى جانب إسرائيل ماذا سيحدث في العراق وكيف ستضمن أمريكا تحالف العراق معها في هذه المعادلة الجيوسياسية أكبر كبير بس الجماعة يعني شوف لاحظ السودانية الحقيقة كل ما في الأمر لا شراك استراتيجي ولا بطيخ هذا الرجال رايح ما أخذ عشيرته وأهله كلهم إلا بيكا يزورون يساقون وفاشنطن ومشيكو وغيرا وفطر بعدما راح البرزاني إلى بايدن خبرها بايدن قال تدفع اللوس غصبا عليك ولا ما شوف فاشنطن راح تدفع 900 مليار إلى كردستان ثمن سفرته إلى واشنطن علينا أن نفرق والأمريكان يدركون هاي النقطة تماما يدركون أن هالو الناس مو قد اللعبة بس يخافون هذا المبلغ يندفع لأنه تعرف قطعه الطرق بالصبات وجابه وطفائيات واسعاف يعني اي نعم اي هم اي هم يحبون يتشاوي تشدد اي مهن اي تفضل دكتور عفل اتفضل تفضل اي قصدي الامريكان خوفهم من شنو نعم خوفهم بأنه في لحظة ما ونتيجة لتداعيات هذه المعارضة الخطيرة في المنطقة وبالذات بوجود نجنياه في اسرائيل قد تخرج الأموة عن السيطرة في مذل هجي لحظات لاحظ تأريخيا انظر يا الحرب العالمي الأولى الحرب عني الثانية انظر في القرن التاسع عشر انظر إلى عدد احتمالات راح تجد في مذل هجي لحظات لو تتسير حرب وتخرج المعارضة عن السيطرة ماذا يحدث في داخل البلد انقلاف المعادلة السياسية فانقلاف المعادلة السياسية في العراق بمعنى إزاحة هذه منظومة المحاصصة من الداخل ومن قبل أمريكا مراتة يخرج العراق عن سطرة أمريكا وهذا اللي يتخط من أمريكا فبالتال العراق مهم جدا لأمريكا نعم أهم من دوق تليج بل أنا أقول مستقبلا حتى أهم من إسرائيل ما تريد تضايحة على الموزة دون أكون فرق جميع من الاثنين أشكرك دكتور اليوم أنا راح أقتبس كثيرا من أنصار الحكومة يقولون أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه الشراكة والعراق طب يتحدثون عنها الحقيقة مهما كان شكل التبعية أو الذيلية أو الهيمنة الأمريكية عليه ستكون العلاقة مختلفة عما كانت عليه قبل هذه الشراكة القصد لقواعد الاحتلال ومحددات الاحتلال أمريكا من 2003 إلى حد هذه الشراكة تتعامل مع العراق قوة احتلال وكما يقال بالصوت الآن الآن قد تكون العلاقة فيها هذا الشيء لكنها ستكون هناك قواعد وضوابط على الأقل ليست بالفجاجة التي كانت عليها قبل الشراكة الاستراتيجية يعني أنقلة كان منعدهم بلازل علي لا الكلام الكلام أساسا غير منطقي الحقيقة لأنه يعني هذه الدولة التي جاءت وزاحت نظام وكذبت على العالم كله والعالم كله يعرف وبعدين اعترفت بكذباتها اعترفت أنه لا يتعاملوا دكتور شوية باحترام حتى يعني لحفظ ماء الوجه قدام الناس ما علي شي ليست كما كانت القضية قوات أمريكية والهمرات والدبابات يعني ما الذي يضر أمريكا هي متى أمريكا في سياساتها تعاملت مع كل دول العالم باحترام أبدا لم تتعامل باحترام مع أي دولة كانت حتى مع الاتحاد الأوروبي مع عدد دول الأوروبية لا تتتعامل باحترام الحقيقة هي بيناتهم شراكات استراتيجية وإذا دخلوا حروب الحرب عالمية ثالثة رابعة كلهم يدخلون وياها لكن هل تحترمهم هل تتعاملوا وياهم للندب الندب؟ لا أبدا أبدا تتعامل معهم وكأنهم يعني موظفين عددها حتى الأمم المتحدة هذه المنظمة الدولية الآن تتعامل معها أمريكا كدائرة تابعة الوزارة الخارجية هي تتعامل هكذا هذه أمريكا فوقية هكذا أمريكا فأمريكا التي جاءت عبرة الأطلسي وجاءت بجنودها وعتادها واحتلت العراق الآن يعني ماذا ستتتعامل مع ناس هي تعرف وعدها ملفات كثيرة عليهم بالفساد وبالخراب وبالانتماءات الخارجية وعدم الوفاء وكل هذه كلها موجودة وغالبية قادة الآن هذا الصف الأول الذي يحكم العراق كانوا يعني يشتغلون مع الأمريكان من قيس الخزعلي الذي كان في أحد المعسكرات الاعتقال والتفقوية وغيره واعترف على جماعته إلى كلهم فهذه هذه الحقيقة وهم الذين يهتفون ضد ضد أمريكا شيطان الأكبر وبعد أسبوع يقول لك هذا شريكنا وأمريكا خوشات مية وأفضل دولة بالعالم وتكنولوجيا قضية ملتبسة يعني هم لا يعرفون حتى كيف يصرفون الأمور كيف يعبرون عن الأمور لإخناع الآخرين هؤلاء مجرد عبيد مجرد موظفين مجرد أجراء يريدون أن يبقوا على الكراسي من يكون السيد لا يهم إيران أمريكا الدنيا المهم أن يبقوا على الكراسي هذا الذي يريدونه وهذا الذي جعلهم يدفعون بالسودان للذهاب إلى أمريكا يعتقدون أنه مجرد أن يلتقي ببايدين ويلتقي بالإدارة الأمريكية فهم يعني اشتعلوا الضوء الأخضر لبقاءهم لأطول مدة هذه ما لا علاقة هناك شراكة هناك رؤية سياسية أمريكية أمريكية مصالح إذا اقتضت سيزيحهم كل هؤلاء وهذا واضح الحقيقة فلا توجد شراكة استراتيجية بالمفهوم الأمريكي هناك مصالح يجب أن تحققها هؤلاء وجراء يجب أن يخدموا المصالح الأمريكية سياسية واقتصادية واجتماعية وكل كل المجالات هذا هذا واقع الحال يعني نتحدث الدكتور صباح عن أن العراق طرف ربما في باتشر يعني بعد بكرة ما أعرف يصير صراع روسي صيني ضد وإيران يعني تختار ذاك المعسكر والعراق مع من هذا جزء من تفكير الأمريكي الحقيقة جزء من استراتيجيات أمريكية مرسومة من سيكون وكيف سيخدم وكيف ستعامل وكيف سيتصرفون وإذا ماكوا قوات أمريكية على الأرض العراقية هل هذا يعني أنه الاحتلال الأمريكي قد انتهى السودان يقول ماكوا قوات أمريكية يعني الاحتلال قد انتهى ماهذه القوات الأمريكية يجبوا لكيها من آخر الدنيا في ضرب الصواريخ على العراق من جزيرة قوام كانوا يضربون الصواريخ على العراق كانت تضرب الأمريكان لديهم قوات يعني قدرات تكنولوجية وقوات وقوات محمولة في أي مكان يجبوا لكيها من كل العالم ويجبوا لكيها وقواعدهم في كل مكان لا يحتاجون هذا الموضوع لا يحتاجون إلى تمركز قوات لكي تتحرك تأخر القضية نص ساعة حتى تجي القوات يجيبوها ولديهم قوات على الأرض ميليشيات وغيرها يستخدمونها بالطريقة التي يريدونها وعملاء كثيرين فهذه القضية ما عادت ما عادت تشكل إلا أنا موجود حتى تشعر أني قوة احتلال موجودة على الأرض لا هذه القضية غير شكل الاحتلال احتلال عسكري سياسي واحتلال بالصوت واحتلال بالأوامر واحتلال بالقرارات الآن الاقتصاد العراقي بيد من يعني أموال العراقية بيد من ما هي بيد أمريكا هي تعتاج لها جنود ويلزمون وأمريكان ويوقفون حتى يجيبون الفلوس كل الفلوس هي بالبنك المركزي الأمريكي وتيجينا الفلوس منناك حتى التخصيصات منناك أمريكا لم توافق على أعطاء إيران الفلوس تقدر العراق يطيها الفلوس فهذه القضية نشكر دكتور صباح الحقيقة الكثير من المراقبين والمحللين والباحثين السياسيين طبعا غير الحكوميين يقول أن الفهم الأمريكي لهذه الشراكة المفترضة الحقيقة هو فهم باتجاه واحد بمعنى أن هذه الشراكة فقط إذا حققت المصارح الأمريكية هي هذه الشراكة ولو أضرت أو دمرت أو أساءت للمصالح العراقية أنا أعتقد أنه هذا يعني مثل هذه المقاربة متحاملة يعني متحاملة غير دقيقة يعني غير موضوعية ما أعتقد لي أنه شنهي المصالح العراقية وهذه المشكلة الحقيقية في غياب الدولة ليس هنا لك مصطحة للدولة ماكو مصطحة لها وهذا تدرك واشنطن كل زين وهذا مثل ما تفضل الرافع كان هناك مصطحة العراقية يتحدث الحكومة وحتى السفيرة تتحدث عن أن هذه الشراكة ستحقق الأمن والاستقرار للعراق والشرق الأوسط ورفاهية الشعوب هذه المنطقة والولايات المتحدة تدعم في مجالات تكنولوجيا كهرباء طاقة بنى تحتية تعليم ثقافة كلها الولايات المتحدة الأمريكية ستكون حاضرة بموجب بنود هذه الشراكة نعم مرة أخرى علينا أن نفرق ما بين ما تتحدث عن أمريكا عن العراق وما بين هذه الحكومة المنظمة هناك فرق شبير لما تقول الريد العراق يكون متقدم وتكنولوجي وعسكري ومستقر وصحيح لأن أمريكا تتضمن أن العراق يكون في طرف المعارضة قدلت في جانبه وفي جانب إسرائيل مو جانب إيران أو روسيا في الصين هذا صحيح ولكن ليس في الإمكان فحل ذلك مع هذه الحكومة حكومة حكومة مقعد واحد ولا بهذه المنظومة أمريكا تفكر باتشر عقب باتشر ما تفكر شراعي سبيل هذا أول شيء الشيء الثاني توقيت هذه الزيارة في هذا الوقت لما خلوا السودان يروح الواشنطن شل الملف أول ملف قضية تطبيق مع إسرائيل بالك عن بالك أنت تنتقد إسرائيل أو صف مع إيران في هذه المرحلة توقف توقف على الحيانة ما لك شروع هذا أول نقض النقضة الثانية قضية المصارف جروا إذن هذا العلاق محافظة بنق المركزي وفرضها وحاليا لجنة أمريكية هي اللي يدقق بالمصارف وعمل البنج المركزي هذا يعني أن العلاق اقتصادية أمنيا نقديا كل شيء كل ملفاته بهيد أمريكا هذا يعني أن هذه المنبومة غير لا تأماني ليش بيجأت بحق الخيار لا تمتلك خيار آخر غير الأنصي هذا تدرك أمريكا بس أكون قطة مهمة جدا والأمريكان مؤخذي يدركون كل الزيارة أن العراق أكبر وأهم مستقبلا من هذه المنبومة ومن هذه الحكومات اللي هي لا حكومة بغير تشكيلة على قولة المرحوم المالي هي تدرك كل زيارة أن العراق أهم من هذا وبالذات نتيجة الصراع بالمنطقة وتداعياته اللي من الصعب تكافن بما خارجها في الوقت يعني المدى المتوسطة البايد مو المدى القصير تدرك كل زيارة أن العراق مهم بالنسبة لها وأن هذول قد يؤثر بسبب مثلا ضبطنا نجهلهم قد يؤدي أكد مشكلة بصواتي يا دكتور صباح لاحظ أكد مشكلة صواتي سواضح لا مقضوح خلينا بس نضبطون الصوت ونعود نرجع للدكتور صباح ونختم مياه دكتور رافع الآن هذه الشراكة عقدة الشراكة دكتور على لدك إن شاء الله أنا أرجع لك بين الولايات المتحدة وحكومة السودانية برأيك ما هي أبرز التحديات أو الصعاب التي ستحول دون تحقيق هذه الشراكة أو على أقل الجانب الحكومي لن يستطيع القيام بها لناحية الوبع الداخلي في العراق ارتباطه بإيران وبالتالي لن يحقق شيء من هذه الشراكة وفقط الولايات المتحدة الأمريكية ستحقق ما تريده أستاذ ماجد قبل قليل كنت تسأل دكتور صباح تقول له أو تنقل له أحاديث من هؤلاء الذين يتحدثون أنه الشراكة هذه ستؤدي للنهوض بالعراق تكنولوجيا طيب ما هي أمريكا عندما احتلت العراق عام 2003 قالت هكذا قال سنبني نموذجا بالعراق يعني يغري لآخرين سيكون مثالا في المنطقة ما الذي حصل بعد 21 سنة العراق في قعر الهاوية حقيقة عندما أمريكا جاءت وضربت العراق واحتلت العراق كان بالإمكان جدا جدا وبكل بساطة أن لا تضرب كل مؤسسات العراقية لا تؤدي إلى خراب العراق بهذه الطريقة لا تفتح المعسكرات وتترك السلاح سائب والأموال تسرق والخراب والدمار والحرق والقتل والتدمير هذا الذي حصل كل هذا كانت حافظة على الأقل تحافظ على مؤسسات الدولة العراقية وتبني من جديد إذا كانت تريد أن تبني الفكرة هي الآن أمام فكرتين هل أمريكا تريد عراقا متطورا مزدهرا كبيرا عظيما هو الذي سيفيد التجربة الأمريكية وسيفيد المصالح الأمريكية أم تريد عراقا مخربا مدمرا يحتاج إلى مساعدة الجميع وفوضى عارمة وهو الذي يفيد المصالح الأمريكية البند الثاني هو الذي يفيده لذلك الواحد عشرين سنة من الفوضى والخراب والدمار والميليشيات والتغول الإيراني والعراق بلا شخصية وبلا هوية ولا قدرة على كل شيء هذا هو الذي يفيد المصالح الأمريكية الشركات الأمريكية أخذت النفط وانتهت القضية ولا يهم هذا وبالتالي العراق قدرة قادرة على أن يمثل قوة في المنطقة وقوة توازن في المنطقة فقدت من العراق هذه سلبة العراق هذا تسلبها عندما يكون العراق ضعيفا ليس في حالة العراق بناء وازدهار لأن البناء والازدهار يعني تعليما جيدا يعني صحة جيدة يعني خدمات جيدة يعني تقدم يعني نهوض يعني شعب سيرى طريقه بشكل صحيح هذا لا تريده أمريكا لأن الشعب العراقي كان ممكن أن ينهض ويطلع منه الزجاجة ودخله بحصار 13 سنة واحتلال ودمار وجل الاحتلال دمر كل هذا اللي موجود المؤسسات لو كانت أمريكا تريد بناء العراق لما دمرت العراق بهذا الشكل لما قصفت العراق بهذا الشكل لما جاءت بكل هؤلاء الفاسدين لكي يتعاملوا مع العراق بهذه الطريقة الفجة الغريبة العجيبة ولا يعني من يريد أن يبني العراق أمريكا هي التي جاءت كل هؤلاء ما كانت تسمح الميليشيات وما كانت تسمح لإيران أن تتغول بالعراق هل كانت إيران قادرة على الدخول للعراق بهذه الطريقة وقتل الناس وذبحهم والتحكم بالعراق بهذه الطريقة وسياسة الفوضى وسياسة المحاصصات هذه كل جزء من تخريب العراق وضعاف العراق فأمريكا التي تريد ضعاف العراق لا بناء العراق الآن شراكة استراتيجية والنهوض بالعراق كذبة كبيرة هذه كذبة دكتور في النهاية هناك من يقول أن معادلة دولة محتلة مع دولة احتلال مع دولة محتلة ستبقى والشراكة الاستراتيجية ما هي إلا عنوان تخفيفي أو تزويقي لحقيقة أن العراق دولة محتلة وهو للغطاء السياسي غطاء سياسي هذه الشراكة لكل صور الاحتلال الموجودة في العراق عسكري أمني سياسي مالي ومالي هذه الحقيقة هذا هو الهدف من الشراكة أو هذا العنوان العريض من الشراكة الاستراتيجية هذا هو واقع هذه المفردة تغطي وراءها كل هذا الموجود ومثل مفردة الاستثمار الاستثمار في العراق أيضا نتحدث عن شراكة واستثمار هل يمكن أن تستثمت والحقيقة دكتور كل المفاهيم بغير دلالتها اللفظية أبدان أبدان الوطنية والديمقراطية أنت من 21 سنة لحد الآن لاحظ من استثمارها في العراق فقط الشركات النفطية الشركات النفطية يكون نفط طلعوا ويأخذون فلوسها وغير شكل وتفيد الشركات في الدول معينة استولوا على النفط العراقي وأنهوا تأميم النفط العراقي ونتهي الموضوع أكثر من هذا أي استثمار وين الاستثمار هذا هل الاستثمار في الصناعة في الزراعة في البناء في الخدم أبدا لا يوجد استثمار لا يمكن لإيران أن تسمح بهذا الاستثمار سيوقف صناعته سيوقف زراعته سيوقف الأموال التي تأتيها من العراق حتى في قضية الغاز وكذا والكهرباء إيران لا تقبل فأنت ليس لديك استثمار وأمريكا لا تريد أن تستثمر في العراق لأن كل هذا الاستثمار وأنه وضوء البناء سيؤدي إلى أن الشعب العراقي يتنفس يعني يتنفس بملء رأتيه وعندما يتنفس بملء رأتيه سيفكر جيدا سيرى الطريق اشطحيح هم الآن بالمشاكل هذه والهموم والكوارث والأزمات يريدون أن يجعل الشعب العراقي في حالة من الحيرة في حالة من الفوضى لا يستطيع أن يتلمس طريقه والنفق وين يؤدي به هذه الحقيقة دكتور نفس السؤال سألناه دكتور رافع أن هذه الشراكة الحقيقة عبارة عن عنوان تزويقي عنوان تجميلي لحقيقة أن العراق ما زال دولة محتلة وهذا الحقيقة هو غطاء سياسي للاحتلال وكما يقال ستارة حتى الاحتلال يتخفى بكل صورة عسكري أمني كذا هذا ما يقوله ناشطون عراقيون والمدونون والكتاب والمراقبون نعم الفرق السيد ماجد عزيزي الفرق وين الفرق أنه مثل ما قلنا نحن ندخلنا الآن في مرحلة خطرة جدا فبالتالي انصياع هذه الحكومة ومنظومة المحاصص يعني خنقل قرارها إلى إيران ما عاد يتناسب مع اللحظة اللي مر بيحلة الآن وهذا بالنسبة لأمريكا مهم لذلك استنعوا السيدات حتى يوضعون النقاط على الحروف حتى ينطون مثل ما قلنا الخطوط الحمرة لأنه المنطقة الآن ما عادت تتحمل أي مغامرة دكتور صباح أشكرك نحن في الدقاءة الأخيرة بس خلينا أسألك سؤال ربما أكثر مباشرة هل تستطيع أو هل ستتمكن حكومة الإطار من أن تخفي الاحتلال بكل صورة خلف هذه اللافتة الكبيرة شراكة استراتيجية وهل ستستطيع الولايات المتحدة أن تتخفى أو تخفي احتلالها العراق خلف عنوان الشراكة الاستراتيجية لا طبعا لا لأنه لاحظ أنت لو تنظر إلى داخل العراقي رأي العام العراقي في كل الأطلاق حتى من ضمن حكومة هزير طار نفسه يدركون كله بأنه ليس من السهل على هذه الحكومة وعلى مطبوليها وعلىها وزبابيها أن أتغطي على حقيقة أن العراق محتال ولا يدلق قرار وأيضا أمريكا تدرك النقطة هذه بس مثل ما قلنا نحن دخلنا الآن في مرحلة خطرة جدا ما تتحمل أنه قرار لا يبيد إيران بالذات التصعيد ما بي يبدو عدنا 95 مليار دولار مساعدة إلى أوكرانيا والإسرائيل أشكرك دكتور أكو مشكلة بالتواصل معك أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا الدكتور صباح الناصري أعتذر منك دكتور كان أكو مشكلة الحقيقة مشكلة بالصوت ضيفنا من أنطاليا وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك في كندا عبر سكايب كما أشكر ضيفنا هنا في الستوديو الدكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي كان معنا في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار ناقشة مفهوم الشراكة الاستراتيجية المفترضة أو التي ستوقع بين حكومة الإطار التنسيقي والولايات المتحدة الأمريكية أشكركم مشاهدين الكرام وإلى أن نتقي في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر